كسب اتنين واحد الاسيوتي بمباراة ايضا كانت في الدقائق الاخيرة بالنسبة للمصر بورسعيدي بيفوز فيها وصول طبعا فريق النادي الاهلي لستاد بورج العرب مهم جدا ان انت وانت بتتابع العيبة تبص على وشوشهم بتتابع الجازر فان ايضا تبص على وشوشهم وتركيزهم صبر رحيل طبعا واحد من اللعبين المميزين في المباراة السابقة نتيجة طبعا اصابة علي معلول وحسين السيد صراحة بيقدي بشكل جيد جدا صبر رحيل ولازم نرفع القبعة لانهم من اللعبين المميزين اللي لازم كل لعب بيقدي دوره بشكل جيد وبرجولة وبتفاني في الملعب لازم نديله حقه كلعب ايضا ايمن اشرف ومكانه اللي موجود فيه وسد العجز اللي كان موجود الى حد ما نتيجة اصابة محمد نجيب ورن ربيعة لا تقلق بشكل كبير ايمن اشرف وبيعمل الدور الهجومي ايضا واصراره في هذا الدور انه يعمله بشكل مميز ايضا دي حاجة محترمة لازم تتحسب له فبالتالي ايمن اشرف من اللعيبة المميزة خنا نقولكم مشوار النادي الاهلي حتى الان طبعا احنا لعبنا ست مباريات حتى الان طبعا كانت بداية بطلع الجيش والتعادل الايجابي واحد واحد والاتحاد السكندري وفوز النادي الاهلي اتنين سفر والرجاء اربعة واحد والانتاج الحربي فوز النادي الاهلي اتنين واحد ده مشوار الفريق طبعا فريقنا فريق النادي الاهلي على الشاشة ثم فوز على الاسماعيلي اتنين سفر وفوز اخيرا على الدخلية اتنين سفر كانت مبارا مميزة للنادي الاهلي مبارايتين متتلاتين لالاسماعيلي والدخلية بنافس النتيجة ده يدل على القوة الهجومية زي ما بقولكم حتى الان النادي الاهلي اه اه قوة هجومية كبيرة احرص 13 هدف على للنادي الاهلي او احرزنا 13 هدف وعلينا ثلاث اهداف فقط ونستمر في عدم الهزيمة في بطولة الدوري من السنة اللي فاتت وأعتقد أن احنا بنكسر أرقام خياسية في هذا الدوري والدوري اللي فات وإن شاء الله نستمر في هذه الأمور بالنسبة لفريقنا يا رب بأمر الله عايز أقول لكم بقى بقية الفريق والتوقع للتشكيل النهاردة طبعاً ما يجوا الضيوفي هيكونوا معايا إن شاء الله هنتوقع التشكيل معهم إذا كان تشكيل أساسي ما كانش وصل لنا لأن طبعاً النهاردة كان فيه أنباء عن غياب حسام عشور لكن النهاردة حسام عشور متواجد وأبنى هو على الشاشة حسام عشور يعني الشناوي يعني وريد أزار وأجيه النهاردة يمكن التشكيل هيكون اختلافات مش كتير حمد فتحي طبعاً قلب الأسد طبعاً حمد فتحي من لعيبة اللي احنا بنعتمد عليهم كتير لو ما كانش حسام عشور موجود النهاردة كان ممكن هو اللي ممكن يبقى موجود في وسط الملعب ومحمد هاني هو اللي يبقى متواجد لكن كابتاً حسام البدري عودنا دائماً أنه ما بيغيرش كتير طبعاً ما تشن به والزعبوت اللي هو لابسه ده باللقاء طبعاً بيدف نفسه خلينا أقول لكم الشناوي طبعاً بالشكل الطبيعي هيبقى متواجد نتيجة طبعاً وجوده بشكل متميز في الفترة اللي فاتت أعتقد أن الشناوي كان سبب من أسباب أن النادي الأهلي في مبارات الإسماعيلي يفوز بشكل كبير تحول الهجمة اللي كانت علينا واللي أخرجها محمد الشناوي وتحول النادي الأهلي للجزء الهجومي أدى بشكل كبير هذه الكرة بالذات أنه نادي الأهلي يفوء بعد هذه الكرة ونحرز هدفين في النادي الإسماعيلي الإسماعيلي